وإلى إبداعات المفابركين الخبثاء وزيف عشواء وقفتنا مع الفابركات التي لا نعتقد أن وراءها أجندات سياسية الآن وقد دقتم مر العذاب الآن وقد حل بكم الوباء شي جين بينغ رئيس صين الذي لا يعرف الإله ولا يخافه رئيس صين الذي يفرض الإلحاد رئيس الصين الذي طغى وتجبر أجل ذلك المتماد في غيه يطلب من المسلمين أن يدعوا لبلده حتى يرفع عنها فيروس كورونا في خطاب نقلته وكالات الأنباء وترجمته قناة الجزيرة فوريا في بث عاجل نطق شي جين بينغ بما لم يتوقعه أحد لم يصدق الناس ما رأوه على شاشة فأخذوا صورا للخبر العاجل ونشره الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي شامتين في الصين لما حل بها ومذكرين الجبارة الصينية العنيد بقدرة المولى ورفضين الدعاء للبلاد التي نكلت بإخوتنا الأيغور وكادوا أن يتصرفوا في أبيات أبي البقاء الرندي ويقولوا يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم جور وطغيان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الشيوعية عبدان أما الشامتون بما حل بالصين وأهلها فذكروا شي جين بينغ أن بلاده وضعت مليون مسلم أويغوري في الأسر حبستهم وأخذت أبناءهم ونساءهم وسلمتهم إلى رجال صينيين وطفلة مثل حسن الشمس إطلعت كأنما هي يقوت ومرجان يقودها بينغ للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران للأسف هذه الصورة المفبركة والمنشور السخيف المرفق معها تسيء إلى قضية عادلة فرئيس الصيني لم يطلب من المسلمين دعاء لبلاده والجزيرة لم تنشر الخبر لا عاقل بإمكانه إنكار الحقائق حول معاناة لقلية الأيغورية المسلمة في الصين والتي تسام سوء العذاب ويحبس رجالها ويعطى أطفالها لأسر من أغلبية الهان ويضيق عليها في ثقافتها وحرياتها الدينية لكن في النهاية لا تنصر القضايا بمثل هذه الفبركات الفارغة اشتركوا في القناة